دايفنا هلأ مشاهدينا ممثل لبناني أصبح من الوجوه المعروفة بعد ما شفتناه بالجزء الثاني من المسلسل الأجيال أدى الدور بشكل مؤنع بالرغم من أنه التمثيل ما كان اختصاصه اشتغل لمدة عشر سنين بمجال الإعلانات وكمان من بعد نجاحه بالمسلسلات الدرامية رح يكمل حاليا بالتمثيل ورح نشوفه قريبا بعدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة نتعرف أكثر على الممثل جو تراد أهلا وسهلا فيك هلو هاي اسمي جو تراد معنا عمول كاستنج اليوم نعرفك كتير منيح جو انت ما درست تمثيل ولكن واضح انه نجحت فيه شو دراستك كيند انا اشتغل درست انترناعشن البيزنس مانجمنت بالانديو ومن بعدها دغري سفرت على دوباي ورجعت اشتغلت بالإعلانات في دوباي ومن بعد دوباي ارجعت سعودية وكل الدوماني كان ادورتزين يعني مور ماركتنج نعم الاعلان كان منه كتير بعيد عن هالشي منه كتير بعيد عن التمثيل ولكن كنت تفكر بمرحلة بحياتك انك تكون ممثل مثلا انت وصغير كنت تحب؟ كنت تحبه كتير بس ما كنت تفكر انه لحوصها لهذه المرحلة لانه هي كان فيها شانس فيها كذا نقطة في عندك الشانس بالعب دور وعندك انه انت تكون تحبيه او تدرسيه او تتعلميه يمكن نعم الموهبة اكيد كمان نقطة مهمة انا كنت باعتقد انه عندي الموهبة بس كمان اجاني حظ جربه وبلشت فيه طبعا نحن ما كتير بعيد لانه نحن بدومان الاعلان ونحن بتشوفه على تيفي بتتابع عن مجال شانس فيها من الوجوه المعروفة طبعا وانا كنت حتى لانه بحب غير دومان الماركتين كنت حب اطلع على تيفي يعني كالبتشوف يون 30 ثانية على تيفي كنت اطلع وقت فيهم ومثل تمثيل يعني انت اشتغلت لمدة عشر سنين بعدد من الشركات بمجال الاعلان بين دباي والسعودية وشفناك كممثل بعدد منهم يعني ماركات كتير مهمة وممثل ناجح كنت تحس حالك مرتاح اكتر امام الكاميرا بدل من كواليس هالمجال؟ بوقتها يعني حتى ولو كان اعلان 30 ثانية بوقتها كانت هينة لقلي لانه ما كان عندك اكسبراشنز كتير يعني ما كان عندك تطلع قدام الكاميرا وتحركي وتعرف كيف بدك تنتبهي على الكاميرا وتحكي وما كان عندك سكريبت تحفظيه انا حفظ اسمانه هين بطريقة تعيش الكاركتير يعني الكاركتير بتعرفي بالتمثيل بدك تعيش الكاركتير وتعرفي مش تمثلي بيين تمثيل تعيشيه تقنع المشاهد بالدعاية ما كانت صعبة لانه ما بيطلبوا منك هالهالشي تعيشيه مضبوط وهي اصلا كلها 30 ثانية نعم بش اللي حبايته بمجال الاعلانات جو؟ نحن مور انا كنت بالاعلانات اكتر نشتغل على استراتيجيه لبلاننج نشتغل على اي براند بتشوفيه اليوم بالعالم كنا نشتغل عليه تنحسنه ونوصل المساج للعالم تتقربوا اكتر من الناس؟ مضبوط كيف اجت فرصة مسالسة الاجال؟ كانت صدفة كما سمعنا؟ كانت صدفة لانه انا اصحاب كثير مع كارلوس عزار وجوال داغر نعم وكنا صهرانيين مرة ومنتلاقها بمنتج كبير للي هو مروان حداد نعم منتج مسالسة الاجال؟ مضبوط وعرض علي بوقتها لانه سيئبت انه كارلوس عنده شي تاني او مشغول او منه قادر يكون باجيال بارتو وكنا عملي عملي الكاستنج بوقتها؟ مين؟ مروان حداد مروان عملي الكاستنج لانه طالب مني سألني يعني انتو كنت قاعدين قاعدة؟ قاعدة عمليك انا لم تتحدث براسي ابدا قاعدة اللي بدك تعمل كاستنج معي باجيال قلت له ايه؟ ما كنت عارف انه يمكن مطرح كارلوس للي اللي حكون عملنا كاستنج وكان دور كارلوس وبالكاستنج بتذكر مني كان طلب مني ابكي انطلب مني ابكي لانه عيش مضبوط الدور لانه كان في دور صعب وكان بدهم حدا عن جاد يقدر يجي محله لكارلوس وهي الصعوب اللي كانت وكارلوس بعرف يبكي كتير منيح هلا بتعرفي انا بحضرهم كتير متابعون بس اصحاب معهم بس ما كتير كنت تابع المسلسلات اللبنانية بوقتها قلي ايها مروان وقلت له انا ماني متابع لأجيال بارت وان قال لي بطلب منك انه تحضره وتشوف تتعرف شوية تعيش الكاركتير مضبوط للي هو جاوز على ورد الخال للي صار عملت الكاستنج وقال لي انت باللبنان قلت له انا تركت السعودية ورجعت على لبنان وما عندي ما عندي بروبلام اعمله وبلشت يعني حتى انت وانت عمل الكاستنج ما كتير كنت يعني مقتنع انه معقوله تكون جدية بدك الصراحة ما كنت مفكر انه لحيخدها وما كنت مفكر دور اساسي انا كنت مفكر بعمل كاستنج عادة قلت فيها حال اخدوني بكون محظوظ بطلع فيها شوية مسلسل لبناني بس ما كنت عارف انه جاوزة لورد الخال هون الخوف ومطرح كالوس عزال بدنا نحكي على الوقف امام الممثلي ورد الخال ولكن قبل مروان حداد هو من اهم المنتجين بالعالم العربي لما عرض عليك عرض للتمثيل شو كانت ردة فعلك تفجأت؟ انا يعني ما كتير متابع المنتجين باللبنان وما كنت بعرفه صراحة لمروان يعني اول شي انا تربط في فكرته حدا تاني ولكن اسمور طبيب بأهم المسلسلات مزبوط هو من اهم المسلسلات اللي بيعملون بس عرفت ردة فعلي كانت والله محظوظ انا ويمكن اجتني فرصة ابقى باللبنان وجرب ويمكن ما بعرف انه يمكن انجح بهالشي نعم ما خفت انه اول مرة بتطل على الجمهور اللبناني والعربي تكون واكيد انسألت كثير هالسؤال يكون بدور ممثل معروف وجه كثير قدي قبلك؟ اكيد يعني ما اعتبرت النوع من المجهزة في لقلك؟ طبعا اصعب شي وقالتو كلوديا مارشيليون وانا بوجه لها تحية اصعب شي حدا يجي مترحدا كيف بتمساسة الاجاني ووجه لها تحية اصعب شي اليوم تجي مترح حدا وخصوصا اذا هذا الشخص معروف كتير باللبنان ويحبوه وعنده شعبية كتير كبيرة صح دور ما كان هين هذا اول شي وثاني شي لانه مترح كارلوس وثالث شي لانه ورد الخال يعني حقلك هو ثلاث نقطة اللي كانوا كتير صعبين علي واكيد رابع نقطة لانه اول مرة بمثل يعني بياخد دور كاركتال صعب الدرامي كان عندي خوف اكيد بس انا انسان مغامر بطلع اجربه ومعني شي اقصره يعني بطبعك بتحب تحدي بتحب تحدي نفسك اكيد وشان هيك نسافر على بلاد بشوف فيهم انا فرص بروح وبشتغل وبشوف شو بقدر اعمل انت كنت هيك بمجال العليل حتى بشغلك طبعا لانه اذا ما كنت هيك ما بتنجحي انا هيك برأي الواحد تينجح وليزم يكون شوية مغامر ويحط شوية رزق بحياته تيوصل انا بقلك اخدت رزق لانه بالاول باول فترة بالتمثيل ما كتير عالم تقبلوني لانه واجه جديد واجه تاني بحبه كارلوس كارلوس لعب دور رائع بالاجيال نحن نحكي هون باول كم حلقة من الشزء التاني باول كم حلقة حتى اذا بدك حتى قبل ما بلش قبل ما بلش كانوا العالم الاراق كانت مختلفة مختلفة في ايه وفي ضد وفي مع بلت لانه ما كانوا شايفينك بعمل اخرى طبعا طبعا ولانه كارلوس عمل منيه هلا انا طبعا في باول ست سبع حلقات العالم بتابع على فيسبوك وبتابع على تويتر وبتابع شو ردة فعل العالم الحمدلله الصحافي كتبت كتير منيح عني هذا اهم شيء يعني بكذا جريدة بكذا مجلة حكيوا عني بوزيتيف ما كان في نقطة نيجاتيف هذا شيء خلاني اتحمص وكمل وحتى كمل هلا بمسلسلات جديدة جو صديقك كارلوس شو كان رأيه بالموضوع انه انت تاخد محله بالجزء الثاني طبعا هو عرف بالاول ومبسط لي شجعك شجعني بعدين بس كان هو مشهور من قلبه شجعك او حسيت انه لا اكيد من قلبه لا اكيد وحتى في فترة طلبت منه يجي شوي نقعد انا وين ندرس انا بسميه درس يعلمني كم نقطة مهمة اكيد يعني لانه هو ادى الدور اول مرة اخذ بعض النقاط منه انه حتى تقدر تتقمص هالدور لا لكن الدور مانه كتير بعيد عني تقولك الصراحة دور شخص يعني سارج كان اسمي شخص بحب من قلبه شخص بيحب وبيزعل ضغري بينبسط ضغري يعني كنت كتير وفى لمرتي ما كتير بعيد عني كارلوس باول جزء كان اكتر الشاب المراهق بعضه يعني ماتر ناجور بعضه سبورتيف صحيح انا بالتاني كنت اكتر دراما لانه كنت جوزت يعني بالجزء التاني لدراما كانت مسيطرة اكتر مزبوط يعني كانت ناضج اكتر ناضج اكتر وعنده مسئولية اكتر وماتت حتى بنتنا يعني بالمسلسل كان اكتر دراما صعوبته للمسلسل كان بها الشغلة الكاركتير قلتلك ما انه بعيد عني واكيد كارلوس ساعدني لانه دور كان مختلف كان دراما اكتر مواقف جدية اكتر هاشي خل الناس يتقبلوك اكتر؟ هنا في كتير عندك عالم منتقده اجيال 2 لانه ما كان مثل ما منتظرينه بزعل اكتر من اجيال 1 بس هذا الشي ما خل العالم تتابعه اجيال 2 كان فيه دراما اكتر لانه في موت البنت اول ما بلشنا المسلسل كان هو بأجيال 1 صار الحريق بأجيال 2 بلش المسلسل ميت بنته لورد الخال يعني بنت مرته كان كتير دراما العالم فيه عالم حبت هالشي وفيه عالم تعرف منتظرين كانوا اكتر يكون فيه اجيال 1 مزبوط بنا نشوفك بمشهد من اجيال 2 ولكن بعد هالوقف الاسيرة مهم مهم بعدك بتحبنا مثل قبل بعدني بحبي كتير وبعرف زم تلابل أصلا مش ضرور يكون متلابل ما عرفاني بحبي كتير ويداهم الشي عم بتكتر حكي والجواب لازم يكون كلمة وحدة يا ايه يا لأ عم بتكتر حكي ايه مستعرفي ليش لانه جرحت منك جرحت منك وحسيت اني بلا قلب بلا مخ بلا عاطفة مش عم برفع بلك عن لجواتي يمكن تنسيك هلم سيبي جربت انساها يمكن لد ما مشتاقلك مشتاق لضحكتك ولنفسيتك الحلوى او جربع محياة لمصيبك كأنه مصارد يمكن لدرسد انه انه خادر راحي انت ناسي انه صلى من وقت ما تعرفت عليك معي اكتر ما كانت معك انت ناسي انه كل وقت كانت معي على البسين كل الصيفية انا كنت مفتكر انه كن لازم كون قوي قدامك لنسيك هلم سيبي كنت مفتكر انه ترجيك كل شي طبيعي تخفف عني طلعت اني بالأحساس ومش زعلان على البنت مش حاسس معك انا مشتاقلك كتير يا نيلو زعلان كتير كل يوم بحس انك راح تخوني ورد الخال يعني اول ما اعرفت ورد الخال انا خفت لانه قوية والعالم تحبها وتمثيلها رائع وانا يعني لأول مرة تفوت كون جوزة كنت خايف كون قد هالحمل بس كتير سعادتنا خايف ما تكون قد هالحمل ما تكون قد الحمل هي سعادتنا ورد الخال وطبعا بدي عيش الكاركتير قدرت عيشه للكاركتير لتلك ما كان بعيد عني وتخيلته كله انه كأنه عم بعيشه يوم بيوم حتى كنت بالبيت يعني كنت راجع زعلان بالسات ارجع على البيت حس حالي زعلان مظبوط وعم بعيشه لا سعادتني كتير ورد الخال أول أول بتذكر أول مرة كان عندي مشهد ورد الخال كانت قاعدة وكان مشهد كنت عتخذ بوصل أنا كمان فجأت هيك كمان أنا فيه خوف عندك التيم ورا الكاميرا أنه ضغرب بالشين بالتخذ ضغرب اتخذ خفت يعني كنت هوني أول نهار عملت شوك هيك قالت لي لأ دمع لي طول بيلك المخرج قال لي فيليب أسمر كمان بوجهه له تحية بقى ارتحت وتعرف المثل يعني المثل ورد الخال ساعدتني لو ما ساعدتني كانت مشكلة لما شفت المسلسل على الشيشة كيف لقيت حالك تنتقلت حالك هلا أكيد فيه قصص ما عجبتني لأنه سرعة الوقت كنا نحنا مضطارين ننزلوا برمضان على الان تي فيي وأنا كنت مفكر عنا وقت أكتر ثلاثة أربعة تشهر ضيق الوقت ما خليني كتير في مطارح اندمج مزبوط بالكاركتير وكان فيه مطارح كمان انطراينا نصور بسرعة مشان هيك فيه مطارح أنا ما كنت حتى مبسوط منهم بكذا مشاهد مش بس أنا يعني نحكي جمالا بكلهم رأينا قادة بأداءك كان إيجابي والأصداء كانت إيجابية كمان هالشي كان دافي على قلك حتى تكمل به هالمجال أكيد لأنه لوحدهم أكيد بساعدوا بس ما بيكفوا إذا أنت أخذ قرار بهذا الشي أنا أخذت قرار أنه بدأ بقى بالبنان وإذا فتحت لي فرصة لحجرب وعم تفتح لي إن شاء الله فرص هل عم تحضر عدة أعمال على الشاشة التلفزيون خبرنا عنا هل عم نصور حاليا مسلسل اسمه مراهكون المراهكون مبدئيا بيبلش بعد عشة أيام وفيه كمان مسلسل جديد حينزل اسمه جزور رائع كمان مسلسل عم نبلش نحضر له وفيه غزل البنات تتصور وإن شاء الله إن شاء الله عدلك سنة الجيشة عشرة وإن شاء الله يا رب سؤال أخير جو حلوة النجومية يعني حلوة لما الناس بتدل عليك بتأشر عليك وبيعرفوك حلوة وبشعة حلوة بأول فترة يمكن تنبسط فيها كممثل أو ممثلة أما إذا ما عرفت تتحافظ عليها مضبوط يمكن توديك لمطرح ما بديك تروحي عليه وبالنهاية التعامل العالم معك كيف لازم يكون يعني اليوم في لبنان العالم بتتقبل وحلق في منو بينتقدو في كتير انتقادات حتصير وفي كتير عالم حتحبك يعني بدك تعرفي بدك تتقبل الاثنين واضح أنه ساقتك بنفسك بجو راح توصلت لعماكن بعيدة بنتمنى لك كل توفي أهلا وسهلا وقف المشاهدين ومنتابع حلقتنا لليوم